ايها الأحراء العرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكل الشعوب العربية وللأحراء العرب كل يوم السيسي بينافس نفسه في الافتراء لدرجة ان المصريين تقدر تقول كده بلغة ألعاب الفيديو جيمز وصلوا لليفل الوحش اللي فيه الحاكم بيظلم ويسجن ويقتل ويعزب ويخون بلده يبيع للصهاينة ويتخلى عن أرضها ماشي ده فوق ده بقى كمان بيفتري على الناس ويطلع عينهم غلى فواتير وضرائب وافتكاسات رهيبة تطهق الغلبان وتجوع الشبعان عزيزي المواطن المصري سواء كنت مع السيسي أو ضد السيسي تعال اسألك بقى يا ترى السيسي عمل ايه المفتري كاني افترى بيه على الناس ناخد من الناس دول الموظفين كان عندك خبر فيما يوبيقول جدل في مصر بعد قرار الحكومة قصمه واحد في المية من الموظفين لجمواجهة كورونا خبر اهو خبر اهو ايه ده يا راجل خضطني وجاية تقول ليفل الوحش يا راجل ما احنا عارفين الخبر ده من زمان لا 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 تعال بس خد الجديد بقى الواحد في المية دول بقوا من نهاردة واحد وثلاثين في المية ازاي تعال بقى شوف الخبر ده المالية بتقول يا حضرات او وزارة المالية وزارة المالية بتقول الانتهاء من تحويل جميع بطاقات صرف الرواتب الحكومية الى بطاقة ميزة نهاية ديسمبر المقبل يعني اول ما احصل ديسمبر هيكون جميع الرواتب بقت ببطاقة ميزة كلام جميل ايه المشكلة في ده بقى ده كافد الافترى طيب المالية بتقول يا حضرات اتاحة تلاتين في المية من راتب الموظف مقدما في بطاقة ميزة انت مش شايف ايه افترى ما هو ما فيش افترى فعلا لما انت مرتبك هيجيلك قبل المرتب هيجيلك منه تلاتين في المية فين المشكلة قدر خبره خبر حلو قوي انتوا بس اللي عايزين تستطيعوا للسيسي وتقولي ليفن الوحش اتاحة تلاتين في المية من راتب الموظف مقدما ببطاقة ميزة لاستخدامها في المشتريات ايه المشكلة فين المشكلة يا خوانة يا ارهابي لا 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 المشكلة بقى المشكلة اصلاك انت هتقولي المشكلة ان تلاتين في المية دي هو الفرات البتاعي في حسابي ايه المشكلة لا اسمع بقى الخبر بيقولك هذه الخدمة لا تتيح السحب يعني انت خدت مقدما تلاتين في المية من مرتبك في بطاقة ميزة لكن اطلع بالتفاصيل ده ما بنى وزارة المالية وانت رايح كبر اكتوبر رايح مدينة ناصر هتعدي عليه اطلع 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 بقى اطلع نشرة فيه يوم التلاتة اطلع يا سيدي وريني البوكس الأحمر شد حيلك وبحسب البيان يقتصر استخدام التلاتين في المية في عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع او المواقع الإلكترونية حيث ان هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر مكينات الصرف الآلي او فروع البنك موضحا انه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة الراتب المقدم في عملية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة يعني عبدالفتاح السيسي اداك بايد وخد بالايد التانية اداك الراجل التلاتين في المية مقدما من مرتبك بس ساعتها بقى اول ما تقبضهم هتلاقي حلو التلاتين في المية دي فكس واقفة تشتري بها بس هبسطها لك يعني لو مرتبك تلات تلاف جنيه راح منهم كده تلات تلاف تلاتين في المية منهم تقريبا تسعمائة جنيه تسعمائة جنيه بقى مرهن الاعتقال ما تقدرش تسرر فيهم غير بالشراء يعني تروح بنك تروح مش عارف ايه تروح سوما الماركت يعني مش هتمسكهم في ايدك مش هتمسكهم في ايدك شوف اللعبة شوف الشيطانة يديك فلوسك مقدما شكرا يا الفتاح بس يحجز عليها ليس لك حق ساحبها الا انك تشتري بها بس طب انا اللي انا عايز منه الفلوس اللي انا عايزها مش هشتري بيها هديها لحد المدرس هصرف له لا ما فيش الكتب لا ما فيش تشتري بيها بس فعبد الفتاح كده شغل الكارت ده وفي نفس الوقت حكم عليك تسعمائة جنيه استقطاعهم منك تشتري بيهم بس طيب يا ترى المفتري عبد الفتاح السيسي اكتفى بالموظفين ولا اندار على باقي المصريين قابل يا نجم كارثة الشهر العقاري الجديدة اللي هتخلي المصري شحته اتفضل الصورة دي ده جرافع حضرات هيشرح لك اللي انا عايز اقوله تسجيل الملكية بالشهر العقاري اتنين في المية ونص من قيمة الوحدة لوزارة المالية ضريبة صرفات العقارية يطبق بدءا من ستة مارس خمسمائة جنيه الى الفين جنيه للشهر العقاري حسب المساحة يعني شروط لنقل الخدمة عند البيع او التعامل على الحكومة دي حاجة حلو يا نهر ابوكو اسفد ليه بقى الاتنين ونص في المية دي معناها ان هم هيورس المصريين بالحي يعني هم احياء يعني اقل شقة بخمسمائة الف جنيه هياخدوا منها اتناشر الف ونص بس لا مش كده ده الاتنين ونص في المية دي ده بند واحد بس اللي انت هتسمع اللي انت هتدفعه اكتر من كده بكتير جدا اسمع الراجل ده بيشرح لك بنود تسجيل الشقة في الشهر العقاري اسمع مواطن مواطن بيشرح سبوبة تسجيل شقتك وتكاليفة في الشهر العقاري اسمع كده وضع الشهر العقاري بقى التسجيل كام طلعوا بقى التلفزيون امبارحة واول امبارحة يقولك ايه ان التكاليف بتاعت التسجيل في الشهر العقاري اقل حاجة خمسمائة جنيه واكتر حاجة الفين جنيه حلو طيب ماش مفيش مشكلة سهلة مقدور عليها اسمعوا بقى التكاليف علشان تعرف تسجيل شقتك في الشهر العقاري بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة سيادتك بتعملها ان انت بتروح بتقدم طلب للشهر العقاري بتدفع فعلا الرسم الطلب اللي هم قالوا عليه على حسن مساحة الوحدة ومقسمين مساحة الوحدة تلت اجزاء لو الشقة اقل من 100 متر حتدفع 500 جنيه انما لو الشقة اكتر يعني من 100 متر واكتر حتدفع 1000 جنيه تمام تمام احنا كده سجلنا لا لسا في حاجة اسمها تصديق نقابة المحاميين على العقد بنسبة 1% يعني بنسبة 1% من قيمة العقد يعني لو مثلا شقتك بـ 100 متر مثلا وخلينا نتكلم على شقة زي شقة مات لو الشقة دي هت بـ 100 متر 100 متر هنكون مسلا امت العقد اللي فيها وليكن فرضا اللي هي بـ 200 الف يبقى تدفع 1% عشان تاخد تصديق من نقابة المحاميين على العقد ده هتدفع على 200 الف دول هتدفع 2000 جنيه غير الـ 1000 جنيه اللي احنا دفعناهم في الاول بتاع التقديم على الشهر العقاري لحد كده تمام لا لسا في حاجة اسمها ضريبة التصرفات تصرفات 2.5% من امت العقد 2.5% من اصل 200 الف يعني كام بالزبط كده يعني حوالي 5000 جنيه كده سجلنا لا لسا في حاجة تاني اسمها رسم مساحة رسم المساحة ريالتكاليفها 190 جنيه لو الشقة اقل من 100 متر ولو الشقة اكتر من 100 متر يبقى حنا هندفع 380 جنيه ولو اكتر من 200 متر هندفع 570 جنيه واحنا برضو يعني كده خلاص احنا كده سجلنا لا لسا في حاجة اسمها رسم هندسي رسم هندسي يعني البيت سبحان الله البيت 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 الشقة اللي اتشاريها بقول لها رسم هندسي كل حاجة اللي عتابة رسم هندسي تاني ده هتكلف حوالي 1000 جنيه لا لسا بعد ما المساحة ديت بعد يعني بعد ما المساحة ما تخلص هتعمل حاجة اسمها كشف تحديد هتروح ترفع بقى دعوة في المحكمة هتدفع رسوم حسب امتى العقد طيب ايه الرسوم ديت عبارة عن ايه ضريبة ودمغة واتعب محاماة ورسم دعوة في حدود من 500 ل 1000 جنيه على حسب امتى العقد والاخر هناخده متوسط 750 750 جنيه وبعد كده هتروح بقى الشهر العقاري هتدفع حاجة اسمها الامانة القضائية طب ايه الامانة القضائية دي ايه بقى الامانة القضائية دي رسوم تحت حساب شهر الحكم هتدفع 75% منها والباقي لما الحكم يطلع وتيجي تسجله هتدفع 25% طب دي ايمتها كام 45 جنيه لكل 1000 يعني لو قلنا ان الشقة 200000 هتدفع 45% في 200 لانها 200000 هتطلع الايمة حوالي 9000 جنيه فالسيادتك هتدفع في البداية 75% منهم اللي هم 6750 في الشهر العقاري وبعد كده هتدفع 2500 بعد الحكم كده سجلنا لأ لس في بقى انت المصاريف اللي انت تدفعتها كده هي دي كل المصاريف في بقى نقطة لو انت لو ربنا كرمك وخلصت القصة دي كلها في اقل من سنة ورفعت الدعوة واخدت حكم يبقى انت كده هتروح تسجل الحكم وتدفع باقي الامانة القضائية اللي هي 25% على حسن احنا زي ما قلنا تمام اللي هي 150 اما بقى لو انت ما خلصتش في سنة هتضطر انك انت اتعيد الكرة دي من جديد ما عدا حاجة واحدة بس اللي هو التسجيل بتاع نقابة المحاميين اللي هو الواحد في المال الاول من امتى العاد بس الباقي كلها هتروح تدفعه تاني من اوله جديد ايه دا انا جيت حسابة التكلفة انا جيت حسابة التكلفة بتاعت التسجيل بالزبط بالزبط لو شقق 100 متر لو شقق 100 متر هتفطر حوالي 20 ألف جنيه هو في ايه انا عايز حضرتك تقول دا مواطن ومش شاهد بيقول ايه وبتاع بس المواطن دا على فكرة نقل بالنص البوست اللي قاله المحامي واللي زعناه هنا البوست دا كان بتاع احد المحامين المواطن دا نقل البوست بالزبط المحامي اهو اسمه حسين تمام حتى نقله بالحرف يعني الراجل المواطن دا الحقيقة لم يجتهد عشان بس حدش يقول لي دا مواطن مايفهمش دا محامي البوست دا بتاع المحامي اللي زعناه هنا من كام يوم يعني المواطن واخد من محامي اللي أصلا فاهم الإجراءات دي كلها تفتكر المحامي دا او الراجل اللي نقل من محامي قال دا قال كده كل حاجة ولا لسه في حاجات كمان هتدفعها بس الاول عندي فكرة رهيبة قوي أنا المصريين كلهم بيلعبوا اللعبة دي وتحدى مصري ما بيلعباش لما تيجي تسجل أي حاجة في الشر العقاري عربية أي حاجة بصراحة يعني بتسجل قيمتها الحقيقة يعني بتبقى الشر العقاري بتلتمائة ألف جنيه بتخش على الشر العقاري انت والمالك ومعاك العقد والحاجات دي وتكتب في العقد انه العرباش تلتة بخمسين ألف جنيه ليه عشان رسوم الشر العقاري إيه اللي عليك شوية دي حركة الفنانين كلهم عارفينها واعتقد ان تسعين في المئة من الفنانين بيعملوا بيسجلوا مبلغ أقل عشان رسوم الشر العقاري جميل جميل أنا هروح بقى أقول ان شقتي ما تسواش خمسين ألف جنيه إيه بخمسين ألف جنيه عشان أدفع رسوم بسيطة لا تعالى بقى معلم ده انت طيب قوي انت فاكر السيسي وشلته النور دول تمانها ربعمائة ألف جنيه تمانها خمسين ألف بس انسى الكلام ده مش مع الحرامية دول حرامية ونور خش على الإجراءات بقى قبل ما تروح تقول شقتي تمانها كام اتفرج على الإجراء ده مثلا إجراءه رسوم محاماة وهندسة ورفع دعوة دليلك لمصاريف التسجيل إذن بص كده ديني تفاصيل خبر إذن يا حضراته انت رايح تقول شقتي تسوى ومتسواش كام الرسوم المطلوبة لتسجيل وحادات السكنة في الشارع العقاري تختلف الرسوم المدفوعة باختلاف كذا رسوم نقابة المحامين ضريبة التصرفات رسم المساحة كل بص رسمة هندسي رفع دعوة من محكمة رسمة الأمانة القضائية كل الإجراءات دي مطلوبة منك خطوات التسجيل الشقة في الشارع العقاري في القانون الجديد كل الإجراءات دي حضرتك مطلوبة منك ده في المصر اليوم ليه بقى مطلوب منك لأنه عارف أنك ممكن تيجي تقول على شقة في الزمالك تمانها تسعة مليون جديد تقول والله العظيم خدتها ورس النبوية بقى وشراء ايه كلام دفعني مئة ألف جنيه بس وهي تمانها ثلاثة أربعة خمسة مليون فهو عارف أنك أنت ممكن تتحك عليه فعشان ما تتحكش عليه ويضمن أنك أنت هتجيب السرح عامل لك بقى رأس مهندسي وعمل لك مساحة وعمل لك وعمل لك بحيث أنك تروح تلبس مبلغ فعلا قادي تسجيل الشقة في الشهر العقاري المستندات والرسوم المطلوبة خلينا نشوف كده إلعب تسجيل الشقة في الشهر العقاري المستندات والرسوم المطلوبة انت رح تشارع العقاري بقى هتروح تشارع العقاري تقدم أصل البيع لتدائل العقار محل البيع تجيب شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار مفوش مخالفات هتقدم سورة البطاقة الرقم القوم البيع والمشتري مع التلع على الأصل كتاب طلب التسجيل للتشارع العقاري مرفق بالتكاليف التكاليف الضريبية العقارية هتقدم كشف مساحي الوحدة في حال تغيير أوصاف العقار المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشارة العقد تحريل عقد على الوراء الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفية تعاقد دي رسوم تسجيل شقة أو دي إجراءات رسوم تسجيل شقة تخيل بقى يا حضرات الراجل عارف إنك إنت هتعمل مع الحركة دي مين فينا مراحش الشهر العقاري أنا بسأل مين فينا مراحش الشهر العقاري ويبقى شارع عربية تماما 300 ألف جنيه ويبقى 50 ألف عشان الرسوم تقلم هو بقى عشان يضمن أنك ما تعملش فيه حركة دي طلب منك مجموعة إجراءات كتير جدا لأنه حرامي أصلا رسوم المفتري عبدالفتاح السيسي قدي المفتري رسوم التسجيل في الشهر العقاري متوسط سعر الوحدة 500 ألف جنيه مسأل يعني رسوم تصديق في القبط المحامين 5000 جنيه رسم عندسي 2000 جنيه رسم دعوة محاكمة 500 جنيه نشط بالجريدة واسعة الانتشار 1000 جنيه ضريبة عقارية 500 جنيه حلو؟ ده المجمل بتاع الوحدة الخمس آآ اللي هي بـ 500 ألف جنيه رسوم تسجيل الشهر العقاري 1500 جنيه الشقة 200 متر ضريبة التصرفات ألف قصدي 12500 آآ رسم مساحة تلتبائي وتمانين جنيه رسمة أمانة قضائية مش عارف 2500 جنيه رسوم محامين 1000 جنيه 22000 نظر السم أمانة 22500 متوسط إجمالي بقى الرسوم 50000 جنيه على شقة مساحتها 200 متر شقة مساحتها 200 متر انت هو قصت بصصلك انك انت اشتريت الشقة دي واقعت فيها يعني انت مليات هم يعرفش انك انت في الشقة دي عادت تدفع إقصات في إقصات في إقصات وربما باعت ربما تكون باعت عربية باعت بيت باعت دعب مراتك هات الرسوم تاني كده شقة 200 متر تمانها في الجراف ده اللي مش عايز يجيبه علي تمانها آآ 500 ألف جنيه رسومها 50 ألف جنيه عارف ده معنى ايه؟ معناها ببساطة يا حضرات ان عبدالفتاح السيسي بيقاسم بين الشاري والبايع يفتح الله لأ المقولة دي غلط بقى بين الشاري والبايع عبدالفتاح السيسي نصيبي كام عبدالفتاح يا حضرات دخل نفسه في النص ما بين اللي بيشتري واللي بيبيع واحد اشترى عرض شقة 200 متر تمانها آآ 500 ألف جنيه مثلا يعني متوسط عبدالفتاح أبض منهم 50 ألف جنيه ده حرامي ولا مش حرامي ده حرامي ولا مش حرامي انت مالك انا اشتريت الشقة من واحد وخلصت القصة انت حرامي انت بعد ما انظرت الاول بدأ بالإخوان المسلمين دبح 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 اقتل اسجن وانت نور عينينا الكلمة دي بقى المصريين بيتفعوا تمانها دلوقتي ما في مصري هيروح يسجل شقته إيه لو لازم يديل عن فتاح يا حضرات ده شغل قطع الطرق ما يفعله عن فتاح السيسي اسمه قطع طرق اقسم ده بعل ده انت مالك أنا خلاص دفعت رسوم خلصت ايه كل الإجراءات دي ايه ولقوا عشان ايه وعشان يعمل بقى حكة ايه تابو حلموس حبل لزوم الخروف جردة لرسوم الخروف كل القصة دي هتروح في الاخر في جيب عبدالفتاح خمسين الف جنيه هياخدها عبدالفتاح من مواطن اشترى شقة متين متر هياخدها بقى من المالك ولا من المشتري ولا من البايع عشان كده النشطاء الناس على تويتر اعتبروا الموضوع سبوبة لإجبار المواطنين على الشرى من مشاريعه الجديدة ما هو القصة هيحصل فيها ايه بقى انا بقولك اهو هيحصل ركود في سوق العقارات مين اللي هيبي يدفعها انا اشتريت منك شقة بخمسمائة الف مين اللي هيدفع الخمسين الف انا ولا انت ونقع في بعض بقى فيحصل ركود في سوق العقارات الشقة مخمسمائة الف هنحط عليها خمسين ده اذا كانت منها اصلا متين الف ممكن يكون تمانها نصف مليون ممكن يكون تلات تربع ممكن يكون تمانها عشرة مليون هتدفع فيها مين اللي هيدفع انا ولا انت الشارع ولا البايع هيحصل ركود سوق العقارات مين بقى اللي متسجل الشقة وكل حاجة مشاريعه هو مشاريع الجيش ولسه اصلا الشعب ما فقش من ضربة التصالح اياه اللي نصف فيها على المصريين عشان كده طلعوا الناس على تويتر والسوشيال ميديا بدأوا يتكلموا نخش على الناس يا علي بدأت الناس تتكلم قانون الشرع العقار الجديد باختصار بلاش تشتري شقة من خارج مشاريع الدولة وتكون في المدن الجديدة وشكرا اذا كانت سبوبة قانون التصالح خلت الناس تلف حوالين نفسها ارات فسبوبة قانون الشرع العقار هتخلي الناس تلف حوالينها نفسها 24 ارات كده احنا عرفنا وتأكدنا من فضل الله اللي بيجيبوا منه الفلوس اللي بيسددوا بيها في مشاريع ملهاش اي جدوى فضل الله بتاعنا غير فضل الله بتاعهم دي مونة يوسف بيقول طيب نخلص التصالح اللي بندفعه بدل المقاول اللي هيري بالأول وبعد ايه بنصدر الشرع عقاري انا عندي اختراح حلوقاوي هم ياخدوا الشقة والعفش بس يسيبونا في حالنا اقسم بالله اللي بيحصل ده هيؤدي الكرسة في البلد كتر الضغط يولد الانفجار وهات البتاع والمرة دي مش هتتلم استنى يا يوسف يوسف بيقولي بقى طب نخلص سيبك من ده انا عندي اختراح حلوقاوي هم ياخدوا الشقة والعفش بس يسيبونا في حالنا الكلام اللي بيقولي يوسف ده مهم قوي يعني ببساطة عشان ما تحيارش نفسك وخلي يوسف معنا يا علي عشان ما تحيارش نفسك شوف شقتك بكام واضرب في عشرة في المية هي دي ثمان رسوم التسجيل شاكب راكب يا ناجم الشقة اللي بمئتين ألف جنيه هيدفع عشرين ألف ولي بخمسمية هيدفع مش عارف كام واقعوا دي حسب انت حزبت برمى بتاعتك وهكذا خربت مستعجل القصة دي هتؤدي يا حضرات إلى الآتي القصة دي هتؤدي للناس تقعد في الشارع الناس الأرقام دي تخد الحكومة بدأت بقى بتلعب الناس لعبة البيضة والحجر تطلع تصريح وبعدين تنفيه تقول لك قصة وبقى تقول لك انت فهمت غلط الكلام تأول الله كلها خمسمية جنيه هي أول ما طلعت التصريح خمسمية جنيه تسجيل عقد وهوب يطلع بنوت كتير جدا فيه فيلم لإسماعين ياسين وشكوكو عملوا حركة حلو قوي نفس حركة السيسي دي كان عندهم كباريك ده مصرح فيها حركات فنية وبتاع دخلوا الناس مجانا الناس بقىش بتصدقها ودخلوا مجانا ببلاش 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 دخلوا الناس وهم خارجين بقى يدفعوهم حركة دي بالزبط قالك في الآخر أي عقار هتسجله ده بخمسمية جنيه تخش تدفع تلاقي فيه بنوت كتير قوي تقول لك لو ما سجلتش تبقى تنزلت عن حقك القانوني في الشقة وبعدين تطلع تقول لك من اللي قال الكلام ده أنا ما قلتش الكلام ده خالص اهو اتفرج يا حضرات قادي كلامهم اللي ضد بعضه قادي رئيس مصلحة الشهر العقاري في جريدة صدى البلد المواطن بيتنازل عن حقه القانوني إذا لم يسجل وحدة السكنية هب اليوم السابع النهاردة الحكومة تنفي نزع ملكية الوحدات السكنية حل عدم تسجيلها بالشهر العقاري وزير العدل كان طلع قال التسجيل في الشهر العقاري هو الإجراء القانوني الديني وزير العدل وزير العدل أشياء التسجيل في الشهر العقاري هو الإجراء القانوني الوحيد لنقل الملكية ده وزير العدل يا حضرات ده وزير العدل اصحى معايا يا عمر يا مروان الحقيقة انتقادات واسعة لاختراع جباية جديدة في مصر واتهان بان اللي بيحصل ده مش دستوري لان في الآخر دي شائتك ازاي تتحرم منها او تنقص حقوقك عشان كده خبراء قالوا لموقع اسم النبأ انه في عدم دستورية في القانون ده اهو خبراء يكشفون لنبأ سر عدم دستورية قانون الشهر العقاري الجديد بشأن الزام المواطنين بتسجيل الشقاء المشكلة يا حضرات دستور مين ازا كان رئيس المحكمة دستورية العليا الجد عبو صداغ طالع يقول لك من يومين السيسي الشال كافنو ازا كان رئيس المحكمة دستورية العليا بقول لك السيسي مفيش داعي انه يقسم اليمين دستور مين دستور يا سيادنا مفيش مشكلة دستورة لغيره المشكلة اجبار الناس على التسجيل لانه كمان لو ما سجلتش مش هخش لك عداد مياه وكهربا مش هستعرف تدخل باسمك القصة دي قادي الاستاذ عمرى عبد السلام المحامي بالنقر بيقول حرمان ملاك الوحدات السكنية من ادخال المرافق العامة من غاز او كهربا او مياه بسبب عدم قيامهم بتسجيل وحداتهم السكنية بشتر العقاري يعد تعسفا من قبل جهة الادارة في استخدام سلطاتها عمرى عبد السلام المحامي بالنقر طب الحل ده لو الحكومة فعلا عايزة مصلحة الناس مش جباية الحال اللي كتبه او بيقول الدكتور نور فرحات في البصده بيقول حاجة مهمة جدا بيقول لك خطوة جيدة ان تشجع الحكومة على اشهار عقود بيع ونزع الملكية في الشهر العقاري ولكن انا لواضع السياسات وصناع التشريع ان يتخلوا عن سياسات الترويع ويتجهوا الى سياسات التشجيع والتحبيز بخصار ان ارادت الدولة حث المواطنين على تسجيل عقودهم العقارية فليس امامها الا امرين تبسيط الاجراءات لا اقصى حد وممكن جعل اغلابها اونلاين ووضع حد زمني يلتزم فيه الشهر العقاري بانهاء الاجراءات مع ان تكون رسوم الشهر رسوما رمزية وغير مغالى فيها سياسة الجباية لن تجدي ابدا فهناك دائما بدائل شعبية للتحايل على القانون نرجع بقى البسط يوسف كده علي ما هي النتيجة؟ فاكر يوسف اللي قال لسه مخلصين قانون التصالح انا عندي حل احنا نديكم الشؤق وتسيبونا مباد في الشارع انا عندي اختراح حلو حلو قوي هم ما ياخدوا الشاقة والعفش بس يسيبونا في حالنا الخلاصة يا حضرات دي السيسي عايزك تشتري الشؤق اللي بناها الجيش واللي بقت خلاص يعني مرمية في السؤقه هي او يشاركك في شاقتك بقتاوة طالعا مش عايز تشتري وزي ما الناس تركت الاراضي الزراعية وهجرتها بسبب المية والغلى والضرائب شكل المصريين كده لو كده كمل هيسيبوا بيوتهم وشؤقهم ويقعدوا في الشارع عشان خاطر السيسي المفتري عايز يقلقهم مالت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة